وتجربتي الشخصية أيها السادة في حياتي التي أوشكت أن تلامس عقدها الثامن تصدق ما يقوله هذا الفيلسوف فقد ولدت في أعقاب الحرب العالمية الثانية عام ستٍ وأربعين من القرن الماضي وما إن بلغت العاشرة حتى دهمت مدينتي مدينة الأقصر التي تضم سلس آثار العالم دهمتها حرب العدوان الثلاثي في عام 1956 ودكت نطارها المدني وعرفت مع أقراني في طفولتنا الباكرة معنى الرعب والخوف وقضاء الليالي في الظلام الدامس وفي مغاراتٍ تحت الجبال نأوي إليها مع آخر ضوءٍ من النهار ونخرج منها بعد الفجر هرباً من قنابل ترسل أضواءها الكاشفة ثم تعقبها تفجيراتٌ تنخلع لها القلوب ولم يمر على هذه الحرب أحد عشر عاماً حتى دهمتنا في مصر حرب 67 وعشنا معها أياماً أمر وأقسى من أيام حرب 56 ثلتها سنواتٌ شدادٌ عجاف من اقتصاد الحروب وخسائر الأرواح وإن أنسى فلا أنسى قنبلةً ألقيت على مدرسةٍ ابتدائية مقتضةٍ بالأطفال والمدرسين والعاملين وأحالتهم في لحظاتٍ إلى أكوامٍ من الأشلاء المختلطة بتراب الأنقاض ثم دخلنا حرب تحرير سيناء عام 73 تلكم التي عرفنا معها معنى العزة والكرامة والصمود والنصر وقد كنا نظنُّ آنذاك أن عهد الحروب في منطقتنا قد ولّى إلى غير رجعة وأن حياةً حافلةً بالأمن والسلام والرقاء بدأت تشرق علينا من جديد وأن مؤسساتٍ دوليةً عظمى تتعهد بحمايتنا من فوضى الحروب ومن القرارات الطائشة ومن تجارة السلاح ووفرة الإنتاج الحربي وأولوية كل ذلك وتقديمه على حياة الإنسان وحقوقه ومصالحه غير أن الرياح لم تأتي بما تشتهي السفن كما يقول الشاعر العربي فقد سارت الأمور بترتيبٍ غامضٍ مشبوه في مسار الإرهاب الذي حصد أرواح الناس باسم الإسلام وعاث في منطقتنا من أقصاها إلى أقصاها ولم تكد تكسر شوكته حتى أسلمنا إلى سلسلةٍ جديدةٍ من الحروب لا تزال آثارها المدمرة تتوالد وتتكاثر مع كل مطلع شمس بدأت بحرب الخليج ثم تطورت إلى غزو العراق وتدمير كثيرٍ من مؤسساته الحضارية والعسكرية والاقتصادية ثم امتدت إلى سوريا ولبنان شمالاً ثم اتجهت جنوباً إلى اليمن ثم عبرت الساحل الأفريقي ثم ولت وجهها القبيح غرباً إلى ليبيا ثم عبرت المتوسط وقسمت عالم الشمال بل العالم كله إلى ما يشبه معسكرين يقتتلان وآفة هذه الحرب الأخيرة أن تأثيرها الخانق عم العالم كله وأننا وإن كنا نعرف بدايتها إلا أننا باليقين لا نعلم متى تكون نهايتها وعلى أي وضعٍ ستكون